السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن في محلو بيتي نحن في مكان أو قرية اسمها محلو بيتي في البوسنة على الحدود السربية محلو بيتي في بوزنيا على السربيان بوردر المنطقة بيني السربيا والقبل الذي خالفي هو قبل سربيا سربيا الجمهورية سربيا والنهر الذي خالفي هو النهر الشهير الاسمه والنهر درينا المنطقة بيني هو سربيا والسربي والنهر بيني هو نهر نهر درينا نهر درينا شاهد العديد من عمليات التطهير العرقي خلال مية وخمسين سنة الماضية درينا ريفر لقد قرروا الكثير من عمليات التطهير العرقي من عمليات تطهير العرقي نهر درينا كما ترمى في مئات القثص البوسنية في عمليات تطهير العرقي درينا ريفر لقد قرروا عمليات المصارات من عمليات هذه القرية في هذه المنطقة كان هناك مقابر جماعية كان هناك مقابر جماعية لبصنويين 200 قصة 300 قصة 400 قصة 500 قصة في هذه المنطقة كان هناك مقابر جماعية كان هناك مقابر جماعية الناس ثم من بعض الأمم المتحدة وبقدوا أن بعض هذه القصص وزعت أشلقها على أكثر من خمس أو ست أو سبع أماكن ومقابر جماعية الأمم المتحدة أن بعض هذه القصص كان هناك مقابر جماعية إلى سبع أو سبع أو سبع أو سبع أمام ويسروا إلى مكان مختلفة ويسروا إلى مقابر جماعية الأمم المتحدة ومقابر جماعية الأمم المتحدة في هذه المنطقة لكي يخبوا الحقائق ومقابر جماعية التي ارتكبت في هذه المنطقة في أثناء الحرب بين الشتنك السرب المصطرفين والمسلمين في هذه المنطقة لكن الحقيقة لا يزال لكن الحقيقة لا تختفي لا تظهرها مرة أخرى وبدأت تظهر وفي هذا العام اكتشفت أشلاء جديدة لقثث دفنات من أكثر من 27 سنة الحقيقة لا يزال وفي هذا العام أنت تجدوا الكثير من المنطقة في هذه المنطقة وفي هذا المنطقة بعد 27 سنة المساكر لا نقل ولا ننمل من الدفاع عن حقوق المصطرفين في العالم لا نستطيع أن نصبع ونصبع من المسلمين لن نقل نستطيع أن نقل من المسلمين الذين يحلون على هذه المنطقة من المسلمين أو المسلمين نحن سندافع حقوق المصطرفين المهجرين والنزحين في كل مكان في العالم بغد النظر عن العرق والدين والجنسية نستطيع أن نقل من المسلمين لا تنبع ونرغب من المسلمين ونرغب من المسلمين ونرغب سلطة الحياة لأن دفاعا عن حقوق الإنسان والحيوان وخلائق حتى المناخ وأنا zit وأذكركم بناهر درينا درينا ريفر which witnessed many 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 massacres of ethnic cleansing in this area against the Bosnian people for the last 150 years وهذا يذكرنا أيضا بما يحدث للمسلمين القلالات مسلمة في كشمير ما يحدث القلالات مسلمة من الروهنجا في بورما على آياد اللي هم البوزيين اللي هم الرهبان البوزيين وما يحدث للمسلمين في الصين من أهل اليوغور كل هؤلاء وغيرهم وما يحدث لغير المسلمين في جمهورة الكونغو الدموقاتية and also what happened to the minority Muslim community in أركان بورما ميامار in رهنجا and in يوغور people in China كشمير كشميري in Kashmir and in India and even to the people of the Democratic Republic who have been robbed by the multinational company وحتى ما يحدث لأخوانا وأهلنا في الكونغو الدموقراطية من الشركات الأملاقة التي تنهب 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 أموالهم وثلواتهم إلى الآن وتدعم الكثير من الجماعات المسلحة هناك تحدث معكم اليوم من هنا ويحدث معكم اليوم من هنا من هذه المنطقة لتنهب ما يحدث في هذه المنطقة حدث هنا في هذه المنطقة نتحدث عن ما حدث في هذه المنطقة منذ تلاتين سنة أو أكثر ونمنع النوعه أنه يحدث هنا أو في أي مكان آخر جزائكم الله خير وأكرمكم الله بحسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you very much May Allah bless you for listening to me and we'll meet in another place والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته